بكل الترحيب لسيد نطفي سليمان مدير مركز عمليات الطوارئ بالهلال الأحمر المصري وقال لي عادة في الأزمات الناس ممكن تقوم بالاستغلال لكن في هذه الأزمة المعدن بتاع المصريين مزهل براق ما هواش مجرد معدن عادي حتة ألماظ لا أحد يحاول استغلال الأزمة على الإطلاق بل إنه كل الضمائر كانت يقزة احكي لي إحنا الكمية المساعدات ورغبة الناس في إنها تتطوع في العمل وإنها تساعد ده أبهرنا إن إحنا استقبلنا كميات في المكالمات ناس طلبة إنها تتطوع في العمل وإنها تساعد وحاجات يعني أنا بقول لحركة إحنا أنا أبقى سعيد لما بشوف حد عنده الضمير أو عنده الحب للحاجة دي متطوعين من كل الأعمار في أسر بيتيجي بأولاده يعني هو بيجيب أولاده عشان يقوله تعالى تعلم تعمل عمل تطوعي في ناس كانت بيجي بحاجات بسيطة بيجي يقول أنا ما عنديش قدرة أن أنا أشتري كميات كبيرة أنا عايز أتبرع بفلوس أنا عايز أتبرع مثلا بكارتونة فيها أكل أنا عايز أتبرع بأربع أو خمس علب من حاجات عندي ده وإن يدل للناس فعلا عندها شغف غير عادي إنها تساعد وحاسة إنها مسؤولة جدا 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 إزاي تقدم المساعدة اختيارها كمان إنها تيجي لإهلال الأحمر وكلام الناس إنها تتحرك لإهلال الأحمر للثقة اللي موجودة فيه إن هو الجهة اللي هتقدر تنزل اللي هتقدر تخش للمكان اللي عندها متطوعين مجهزين يعني كل اللي موجودين على المعبر متطوعين فيه لنا من الزملاء الموظفين موجودين ولكن فيه خلية عظيمة من عدد كبير جدا من المتطوعين بيتصابقوا إن هم يتواجدوا على المعبر وما زال لحد النهاردة فيه ناس لسا عايزة تطلع الناس دي عندها هدف إن هو بقولك أنا بقدم مساعدة أنا ممكن أجتهد عشان أقدم عمل ولكن أنا حاسس بالنتيجة دي على الأرض خيبة الأمل اللي كانت عند الناس كلها لحظة ما ما كانش حد عارف يدخل أي عربية وتنقلب للحظة سعادة وفرحة بدخول أول عربية إحنا نفسينا حاسينا يعني أنا كأنا كنت راجع من رفح يوميها عندي نوع من خيبة الأمل والألم إن إحنا مش قادرين نساعد إحنا وقافين عندنا حالة عجزة لحظة ما دخلت العربيات أول مرة لا إحنا حاسينا إن إحنا عملنا حاجة إحنا جمدين مش جمدين بس إحنا عملنا حاجة إحنا إحنا لنا تأثير إنت أثرت إن إنت حسيت بقلم من الشخص اللي قدامك وابتديت فعلاً اللي إنت بتأمله نتيجته ظهرت بمرور العربية يعني إن شباب كانت بتحمل كميات من المعونات على العربيات 24 ساعة يعني الناس ما بتبطلش استقبال معونات من طيران استقبال معونات من تريلات جهات كتير جداً بتتبرع إحنا عامنين ضغط جامد جداً على المجموعة اللي هناك مجموعة القاهرة تقريباً شبها ما بتنامش خليت نحلة شغالة في كل حت اللحظة اللي عدد فيها أول عربية وحاسوا إن بريقة الأمل جات في أول يوم فارقت معهم جداً وإن كان العدد اللي اتبعت هو عدد طبعاً ضئيل جداً يعني ندر نقول هو يعني أدروبين دا أوش النقطة في المحيط يعني مش حاجة لأن طبعاً العدد اللي داخلها هي عدد قليلة جداً 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 على الأرقام اللي موجودة هناك ولكن لا العمل قوي جداً الشباب اللي في مركز العمليات على سبيل المثال المجموعة اللي بتنزل علشان تحمل الكارتونة وتجهز الحاجات اللي موجودة فيها ويشيل الكارتونة دي حطها على العربية ويجهزها عشان تسافر الناس اللي بقت بتحب تسافر مصاحبة للمعاونة كانوا بأساس أن الطريق وإن كان طويل وصعب جداً بالنسبة لي لأنه حاسس أنه فيه هدف طيب هو حاسس بعمل حاجة قول لي أنا فعلاً بجد والله عايز أفهم الفلوت شارت بتبقى ماشي أزاي يعني هي بتبدأ من غزة ولا بتبدأ من القاهرة هو نقدر نقول أنه فيه فيه جزئين يعني أو نقدر ما مشين جان بعض بتساوي لأن الغزة طبعاً هي مالك الأرض فهي بتبقى أضرب الاحتياجات بتاعتها وإحنا كجهة مسندة لها يعني إحنا كجمع يبلغ بحتياجاته بيبلغ بحتياجاته لأنه أنا اللي هقدر أمده بالاحتياجات دي وإحنا عشان عندنا خبرة قديمة في الاحتياجات الأساسية فإحنا كنا جاهزين بيها يعني إحنا مغزلنا الاستراتيجي لما عمل الدعم يوم 7 أكتوبر ده كان دعم قوي جداً أنه إحنا ننزل على الأرض بحاجة جاهزة أنت عارف إيه اللي هو محتاجه مش رايقين بحاجات غير منصقة الوضع مثلا المرة دي في تنسيق الاحتياجات إحنا بيجينا حاجات جيد جداً وننرفقش طبارات ولكن بنقول الناس حدد الأولويات اللي إحنا محتاجين لها دي الأولويات يترتب عليها الصفر ففلسطين بتحط طلباتها النحاء الثانية في القاهرة بتجاهز لوجستياً بالتنسيق مع كافة الجهات إزاي إن إحنا نوجه الحاجات اللي موجودة الاستراتيجية اللي حطها الهلال الأحمر إن إحنا لما دخلت مساعدات في أول مجموعة ما وجهناش نوع واحد إحنا وجهنا أنواع متعددة بكميات كافية تغطي مبدئياً الاحتياج فدخول العشرين شاحنة الأولى دول كان فيهم حاجات متنوعة مش صنف واحد أو صنفين إحنا قدمنا طبقاً للاحتياج فتقسمت ثلاث أجزاء كل جزء يحمل من المساعدات ومن الاحتياجات جزء كبير جداً كانت المية عليها عامل عظيم لأن العطش طبعاً كان في المرحلة دي يعني الدواء والأكل واجبات سبقة التجهيز وفي نفس الوقت دواء درجات حرارة طريق التخزين عملتوا إيه دا؟ إحنا عندنا طبعاً فريق لوجيستي قوي جداً ومش أول مرة يقوم بتنفيذ مهام بالشكل إحنا يمكن مع تطوير شغل المهم إحنا مشتغل في إحنا لأول مرة نسمح حاجات زي كده فعش كده تلاقينا لو إيه عندنا استفسارات طول الوقت المجموعة بتاتهال الأحمر مجموعة مدربة تدريب عالي جداً جداً سواء في الموظفين أو في الفريق اللي هو المطوعين اللي هم القوة بتاعتنا التدريب أو التجهيز بتاعهم نخلى الناس دي إنها تجهز الأصناف اللي موجودة والتركتبها وتقدر تطلعها بشكل بشكل مخزني سليم وتحسب لاحتياجات المخزنية إحنا النهاردة نقدر نقول إن إحنا معانا استاد العريش كمكان في التخزن فيه دي الوقت يعني إحنا ابتدنا نوسع معانا مخازن مقفولة ومعانا مخازن مفتوحة للحاجات اللي ممكن تبقى في مساحات واسعة طبعاً يعني كل الشكر لمحافظة شمان سيناء على التسهيل اللي تم لمعالي الوزير المحافظ إنه مجرد ما طلبنا مساحات تخزنية كانت التعليمات النهاردة تتوفر بتعليمات من القادة السياسية بسرعة فده سهل علينا إن إحنا نقدر وده جزء بيأكد إن الهلال الأحمر وإن كان جماعية مستقلة لا تتبع فصيل أو اتجاه سياسي أو ديني وده اللي بيخلي وضعها قوي ومتساوي للناس كلها فنبقاش في حد بيقدر يقول لا ده هو بيتبع نظام معين أو هو ماشي نظام معين فناخد موقف ضده ده اللي خلى تعليمات معالي رئيس الجمهورية إن إحنا الهلال الأحمر هو الجهة التي ستقوم بعمليات الاستلام والتسليم للهلال الأحمر في الصين ده ثقة وثقة قوية جدا في الجهة المحايدة التي تقوم بالعمل ده واللي في نفس الوقت عندها إمكانيات وفهم التسليل بيجي لنا عمليات وصول الشاحنات بسرعة تنسيق وصول الشاحنات للأماكن اللي إحنا فيها الصفر تجهيز الورق الحاجات دي كل الحاجات دي لو إحنا في الأوقات العادية بتاخد وقت إن إحنا معانا إحنا بتاخد بوكالمة تديفون إحنا عندنا شو إحنا دخلها النهاردة مطلوب إن إحنا نستلمها يتم تسلمها التسليلات اللي تمها في مطار العريش نزول الطيرات اللي جاي بمساعدات من دول كتير جدا دا وإن يدل على قوة مصر ومكانتها في المنطقة يعني إحنا موقفنا قوي دوليا إن إحنا منطقة لوجستية بتخدم على كرسة كبيرة وثقة الدول العالم إنها تنزل عندنا عشان هيعرفة ووثقة إن المساعدات هتخش وإنها في وضع قوي يعني مش عارف أقولك إيه نورتني وشرفتني وتعبتك أكتر من أنت تعبان لكن إحنا فخرنا بيكو يتعدى حتى ثقتنا في قدراتكم فإحنا فخرون بيكو لأبعد الحدود ثقوا إن وراكو 105 مليون واطن شديدي الفخر باللي بتقوموا بيه وأشكرك على وجودك معنا النهاردة في ظلت كل اللي بيحصلوا في ظلت انشغالك بس كنا محتاجين إن إحنا نسمع منك قدر الاستطاعة أشكرك جدا 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 ضيفي العزيز نطفي سليمان مدير مركز عمليات الطوارئ بالألالة الأحمر المصري ترجمة نانسي قنقر